موسيقى أنا بوجه سؤالي للفضيل الشيخ أحمد كريمة بالنسبة للنسيان في الصلاة بكتير يعني أنا بقى صلي وبعد أنسى وبعدين بقى صلي سجداته سهو فإيه حكم الدين فيها يعني أعمل إيه أنا بوجه سؤال للشيخ أحمد كريمة إيه الفرق بين الصدقة والزكاء ما هو تفسير الآية الكريمة قول سيدنا إبراهيم لربنا في صورة البقرة ربي أرني كيف تحي الموتى قال أولاً تؤمن قال بلى ولكن ليطمئننا قلبي قال أخذ أربعة من الطائرة فصرهن إليك فأنا بس حب أعرف فصرهن إليك بتفسير الآية المعنى الشامل لها إيه وهل دي لها دعاء معين قاله سيدنا إبراهيم لأنه مش مذكور في صورة البقرة إيه اللي قاله سيدنا إبراهيم كيفية التيامم بالنسبة لزي حالتي إن أنا بستخدم كرسي متحرك يعني ممكن ما أقدرش أتوضى باستمرار فأنا عايز أعرف التيامم هل يجوز في وجود المياه ولا لازم أتوضى يعني في زل الانتشار السوشال ميديا حديك شايف إيه الوضع الحالي للأسر عشان تسيطر على أعيالها لأن الوضع ما بقاش كويس في ما بين الولاد والبنات بقى التعرف بقى أسهل بوجود السوشال ميديا هل لو حصل مثلاً فسخ أو خطوبة ما كملتش ولا حاجة الشبكة بتبقى من حق الراجل والست هل قراءة القرآن أفضل في الموبايل ولا في المصحف الشريف هل يجوز الصلاة على طقيح الفقاش ماذا الإسم الذي يحصل لما تجي قاطع حد في الصلاة أو تخطي الرغاة في صلاة الجمعة بالزاد لو أحب أقوله فترة ما بيصليش ويأني هو عايز يبتدي يصلي بيبتدي يجيب كل الصلاة بيحاولي يحسبوا وفاتها دي ويبتدي يعني يصليهم كلهم وألا النواب يكتفي بس بالنوافل والسنن وبس كده يعني بتتشفى على يوم الأيام مدى الحلال والحرام في موضوع الزواج يعني الزواج العرفي والزواج الاستضافة والأمور دي كلها برضو الناس عايزة تعرف إيه الحرمانية فيها وإيه الموانع وموانع الإباحة والكلام ده كله الناس عايزة تعرف فيها حاجات دي برضو توضيح أمور دينية كتير الناس عايزة تعرفها يا فضيلة الشيخ احنا عايزين رسالة من حضرتك إن انت إزاي الناس نحب بعض وننشر السلام بنا وبين بعضينا يبقى عندنا سلام لنفسنا أهلا بحضرتكم من جديد ولقاءنا المتجدد مع الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجمعة الأسهر سأل خير على حضرتك يا دكتور ويمكن سمعنا أسئلة الناس لكن كنا منتكلم قبل الفاصل أنه حاجاتك عايز تعلق على مسألة صندوق دعم الأسرة المصرية ودوره في حماية الأطفال من الخلافات الزوجية اللي هم بيدفعوا تمانها بشكل كبير وما بيبقوش ليهم دخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون الآية من صورة النحل بطبيعة الحال الاختراح الطيب لمشروع دعم الأسرة المصرية الذي طرحه السيد الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله نثمن هذا الاختراح وندعمه فكريا ودعويا وتعليميا وثقافيا بكل الوسائل لأنه مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي ويتفق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها لأنه طبعا حضرتك ده اسمه بنسميه مصلحة والقاعدة في الفق الإسلامي حيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله عز وجل ندعم هذا الاقتراح البناء لمصلحة المجتمع طيب يا راقدر كمان شفنا أسئلة الناس وكان الحديث عن حكم الدين في السهوة أثناء الصلاة طبعا حضرتك ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعندنا الحديث أيضا أن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان ومستكروه عليه السهوة في الصلاة بطبيعة الحال بيكبر بسجدتين قبل السلام اسمهم سجدتيس السهوة بيبقى منتشر أثناء أعياد الإخوة المسيحيين والسؤال المستمر عن حكم الدين في تهنئة الإخوة المسيحيين بأعياده هذا السؤال لا يليق لأنه لم يكن مطروحا من قبل إخوتنا شركاء الوطن الله أمرنا بمبرتهم لينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين بطبيعة الحال نغتنم هذه المناسبة لو نهنئ الآن إخوتنا المسيحين الكاثوليك يوم طبعا 25 من ديسمبر ثم البروستانت الإنجليين في أول يناير ثم إخوتنا المسيحين الأرزوزوكس يوم 7 يناير بميلاد سيد المسيح عليه وعلى أمه الطاهرة البتول مريم العزراء عليهم السلام كله التهاني لإخوتنا وأحبائنا المسيحيين طيب كمان كان فيه سؤال لحضرتك عن الشبكة لما الخطوبة بتبوز تبقى من حق الراجل ولا من حق الست وده بيعمل مشاكل في البيوت كتير كتير حاجة بتسمع عنه المسلمون عندها شروطين من كانت الشبكة الحلي الزهبي متفق على أنها من عقد الزواج يبقى بطبيعة الحال ترد لأنها جزء من العقد اللي هو المهر يعني إذا كان جزء من المهر بترد أما إذا كانت عبارة عن هدية وحصل إضرار بالمخطوبة فمن باب العادل بيكون من حق المخطوبة نعم طيب كمان كان فيه سؤال عن قرية القرآن الكريم من الموبايل ولا لازم نقرأ من المصحة؟ لا هو حضرتك للإحتياط في تلوة القرآن الكريم بيكون من النسخة الورقية لأنها أحوط وأدق وأضبط النسخ الأكترونية لا نأمن يكون فيها خطأ سواء أو فيها تلاعب لقدر الله فلنرجع إلى النسخة الورقية هي أدق وأضبط إن شاء الله عز وجل طيب حد كان بيسأل على إنه ما كانش بيصلي بانتظام وبعدين قرر إنه يصلي بإذن الله هل المفروض يرجع عيد كل اللي فاته؟ أيوة نعم حضرتك عندنا ده سيدة هاجير في الفقه الإسلامي اسمه باب قضاء الفوائد قضاء الفوائد الأصل فيه ما جاء في صيح البخاري بالسنة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن صلاة فليصلها متى ذكرها فمن فاتته صلوات فيتداركها إن شاء الله بإتيانها حتى يغلب على ظنه أنه أداها سواء بقى بيصلي كل وقت في وقته أو وقت نشاطه يصلي عدة فرائد إن شاء الله ربنا يعينه لكن نؤكد على التوبة لأنه أصلا لما ضيع الفرائد ارتكب كبيرا من الكبار طيب كمان يا دكتور حدي بيسألك عن الفرق بين الصدقة والزكاة الصدقة أعم والزكاة أخص ولذلك الآية المحكمة في سورة التوبة الرقم ستين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فارضة من الله فالصدقة أعم لكن الزكاة يبقى أخص الزكاة غالبا بتنصرف إلى المفروضة الصدقات بتجتمل على المفروضة وعلى التطوعية طيب كمان في سؤال عن التيامم لصاحب الكرسي المتحرك لا وحضرتك صاحب الكرسي المتحرك القاعدة الفقية في قواعد الفقه يفعل المقدور له يعني إن استطاع مثلا أن يغسل الكفين ويتمضمض ويستنشغ وإن كانت دي سنن يغسل الوجه إذا استطاع أن يغسل اليدين إلى المرفقين المقدور له يفعله غسلا إنما لا ينصرف إلى التامم إلا إذا عجز عجزا تاما عن استخدام الماء في جميع جوارح أو جميع بدنه هل الصلاة إلزامية للمريض؟ الطلاق؟ الصلاة إلزامية للمريض الصلاة أحسنتي وربنا يبرك فيك طبعا قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتي في شخصه صلى الله عليه وسلم وأعبد ربك حتى أتيك اليقين بس الصلاة المريض فيها تخفيف يعني بمعنى إيه؟ ممكن يجمع ما بين الصلاةين زوات الوقت المشترك يعني يصلي الظهر والعصر في وقت واحد مع الإتمام ربعية وربعية ويصلي المغرب والعشاء في وقت واحد المغرب ثلاثية والعشاء ربعية وأيضا ممكن لو المريض لم يتمكن من الاتجاه إلى القبلة بيسخط عنه التوجه إلى القبلة وحيثما تولوا فثم وجه الله لكن المريض تجيب عليه الصلاة بيسألوا حضرتك عن الزواج العرفي وزواج الاستضافة حلال والله حرم لا ما نسمع حاجة اسمها زواج الاستضافة هو الزواج زواج يعني أبيض يسود ما عندنا شرماضي في الزواج فالزواج العرفي أن أريد به الإتيان بأركان وشروط عقد الزواج لكن لم يوسخ فيه سجلات الدولة كعمل إداري إجرائي هو في الجملة صحيح لكن بننصح بتوسيقه منعا للتجاحد منعا للمشاكل بالزبط منعا لضياع الحقوق لكن قد توجه الظروف أنا بقول قد للتقليل وليس معنى كلام أنه بفتح الباب على مصرعي حتى لا يفهم كلامي خطأ لا توسيق الزواج هو الأصل لأن ده عمل إجرائي إداري بيحفظ الحقوق ثم إن ولي الأمر حفظه الله ومن يفوضه له وزارة العدل جعلت توسيق الزواج حفظا للحقوق أما إذا قصد إذا قدر الله بالزواج العرفي علاقة سرية لا ممنوح لأن الزواج الرسول عليه السلام قال هذا الزواج أعلنوه في المساجد وضروب عليه بالدفوف إنما يأتي أبواب خلفية أو تأتي علاقات مشبوهة ويخلع عليها مسميات الزواج كما بيسأل السائل زواج لاستضافة وزواج مش عارف إيه كل ده ممنوع شرعا الزواج زواج طيب كانوا بيسألوا حضرتك إزاي ننشر الحب والسلام بين الناس وإحنا على أعتاب سنة جديدة تقول الناس إيه ده أقول للناس أولا تحقيق الإخاء الإنساني يعني كل الشرائع اليهودية والمسيحية والإسلام بتدعو إلى الوئام والسلام أولا أعلقة الإنسان بالله في الدين دي علاقة بينه بين الله سبحانه وتعالى لا ينصب الإنسان نفسه حكما على الآخرين ليس تعصبا لديني الإسلام لا يجعل لا أوصياء على الدين ولا حكماء أدعياء عص على الناس لا يملك أحد أن يحكم على أحد بالكفر ولا يملك أحد على أحد أنه هو يحكم عليه بدخول الجنة أو النار لنا نداءان يعني لو أن الوقت ضاق عندنا في صورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب في صورة الحجرات يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير التدين الصحيح أن يحب الإنسان للآخر ما يحبه لنفسه التدين الصحيح المنهج القرآني اللي صدرت به دعمي لصندوق دعم الأسرة المصرية الآية اللي بتنظم الفضائل ومكارم الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعزكم لعلكم تذكرون أنا أصحب يعني أختم بما تفضل به سائل وسابتك على طيب بكل حرية ربنا يبارك فيك أنا أمطعب من السؤال اللي يسأل يقول هل أهن إخوات المسيحين أقول له ده خطأ يعني إحنا في الأزهر ما كنا نسأل هذه الأسئلة وليس مناخنا في الأزهر الشريف إحنا مناخنا الإخاء الديني الإخاء الإنساني النبي عليه الصلاة والسلام سميهم عشراء احتفالا بنجاة بني إسرائيل وسيدنا موسى في القصة المعروفة نحن في مصر بنفتخر بأن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام جعل لنا البركة المبارك شعبي مصر وأن سيدنا المسيح شرب من نيل مصر وأن سيد مريم العذراء وسيدنا يوسف النجار بركوا الأرض المصري وأن نبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ليلات المعراج صلى في سيناء صوت الله جا فيها فكل ده بيأصل الإخاء الإنساني والإخاء الديني ما بين البشر لا نحكم على الناس حضرتك لا بعقيدة ولا بطائفية ولا بمذهبية هقول هالك كده بالتعبير الدارج المصري الكل شغال في ورشة ربنا إن ربنا قال لنا عبارة جميلة في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم للإطار إن الله يفصل بينهم لنا ولا أنت ولا أي منصب ديني يحكم على الناس الناس مردهم إلى مالك يوم الدين الخلق خلقه والملك ملكه ونحن أمرنا كل يعبد الله على حسب اقتناعاته ويعبد الله على حسب المنهج ثم نعيش إخوة متحبين نعمر الدنيا لن تعمر إلا بالحب والسلام والوئام صحيح بهذه الرسالة يعني اللي مليانة حب وطمأنينة وسلام بختم مع حضرتك وباشكر حضرتك دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر شكرا جزيلا على وجودك معنا النهار بارك الله فيك شكرا لكم كده مشاهدين خلصت مع حضرتكم حلقتنا النهاردة دايما لقاءنا بيتها جدد في التاسعة وشوفكم دايما على ألف خير شكرا